موسيقى السيجن عفت ديك الشي مين مشينا رجعنا لتزمان مارس وهدموا السيج وشوفنا باش مبني رام عمريك أنا البني كان شوف ديك بعد ديال ثمانية والعشرة هدا واحد الحديدة عقد هكا باش مبينو باش غادي تسميتو بايته عاربي باش باش أسوار وأسوار وما بين الصور الصور كين خندق وكين أشوك أسلك شائكة باش غادي تسميتو والحراسة يومية باش غادي تسميتو حضو احنا محطمين نفسه باش كو كانوا تلقونا نهاربو ما نقدرش نهاربو مخير فينا غايدر مية ميت روي طاح صابي ساسونا الصحة دينا باش غادي تهارب هارب بالخيال كان هاربو بالخيال صافي صافي بالخيال كل شي كل شي عنا خيال رمضان كان كدو زينا باشيع عاد كدو ضاعف العدف دينا علاش لأن كيشي ونجوج ماكلت وهديك المكلة كانوا كيجيبوهن مع العاصر وراء العاصر شي حريرة ما أنزل الله بها من سلطان يعافوها حتى الكلاب ولا القطاط ولا ما فيها ميت كان وكيرجعوا مع الصحر وكيعطيونا هذه المحمصة العجيبة هذه المحمصة اللي كتولي بحلفلو كتجمد حتى الأواخر جوج السنة وطلق لنا أبقوا كي كيف يفرقوا علينا مع ذيك الحريرة العجيبة كيف يفرقوا علينا شي شي تمر مسوس شي خمسة تمرات مسوسين في عدد واحد أسميته جدي كانوا هذا هو رمضان عودة إلى الحياة لأننا قالوا لنا احنا كان عنا شوية الأمل كان ذوي واحد ترانزيستور كنا كنا نسمع منه أخبار وسمعنا لا 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 للا كانوا واحد جابوا معاه هدي قصة طوي ولكن مهم ودخل واحد ترانزيستور وسمعنا باللي هدك جيب بيروكتب ذك صديقنا المالك ودار تضجة تازم أمرض دار تضجة كبيرة والمغرب كين فيه وفي واحد لقاء ديال الحسن الثاني مع أنسا نكليش وفي الهاتف تقليهم من سولته على تازم أمرض تقليها فديراكي غلطة قالوا واش كدرني غادي يكون هاتشي عندي أنا وتكون عندي الجراء باش نمشي نسلم على رؤساء الدول في اسميته فهذا وفي الليل نبوس وليدتي ونقل لهم ليلة سعيدة هذي كنا تبعنا هذيك الانترفيو تبعنا هم الألف تالي وتبعته أنا شخصيا ومين دارو مع أنسا نكليش دارو الإحصائيات على السمعة دياله وكانت مون حطا لأن كانت تضمور ديرا بوم كانت الحضيد كان عنده شيء 15 أو 16 عجب على كلمة مين دار ديالك اسميته استطاع يقنع قلب كل شيء الموازين أولا شيء ثمانين في اللي يمعه قليعهم باللي ما كينش لطا زمرت لاوالي باللي كين سميته يعني مين جات ما سمعنا الخروج دياني سو مانديلا وشفنا باللي سجناء في السجن سان كيطوان في سميته في خمسة دنجون في القنيطرة كيطالبو يعني ونباش يتلقون نازيل يتلق صراح ديانا مين هربوا أولاد أفقير وتبعنا ديك المغامرة ديالهم من الأول مغامرة عجيبة جدا ونباتوا الناس أفقير قلوا اسميته ولاده شنو ديره يعني ديك شي التجني ديك الظلم الصارخ مين قدامنا معاهم كيفاش عايشوا ديك الناس ديك مؤشرات مين وقع مبقاش الجدار ديال برلين مين تحط مين تهى الدم وولات الورا قد حقوق الإسان الغرب كيلعب بيها الغرب مكاش غافل كان عارف مسألة مسألة المصالح نحنا وكلما كناش بولده معارفين كل شي لأنه عاد عاطفوا لي من بعد صحفيين كبار لكل شي كان معروف ولكن مدام الحسن الثاني كيعطيهم مدام المغرب كياكلوا فيه كيمسوا الدم ديال ومااااااااااااااااااااااااا كيقول원 الله يجعل غفلما بالبايع الشري هو كيقول لهم أنا عندي اسميتو الحسنية عندي الديمقراطي الحسنية وما كيهضمو ديك شي ولكن شي عارف شي مهم مين كان عندنا واحد الامل واحد تقول لا تكون عنا امل الى ان جاء واحد نرقلوا لنا طيارين يجيوا على صف والموشات يجيوا على صف انا كنت في زنزانة رقم عشرة ودو السنين كانت عندي واحد الحجرة كان حك ديك شناقر اللي فيها قدتها وصوت واحد المخبأ مقابل لان ايام مقابل لان ايام زنزانة رقم خمسة دين عبدالله عق وعبدالله بدهالتشي عجب ديك شناقر القاء زنزانة في حل تنقل من سانكي طوع بالزنزانة وقال يليم الصوبة فيها فين يخبيح ويجوفي هو داره وقال قبطت انا حجرة عود بديت كان كان حرد في ديك كان نجرة وما جاء قل لك اسيدي بحضنر تخلصوا من حويجي لكم كاملي وهي اللي كيف عم تخلصوا كين اللي عليه اللي كاي الشاب العرق لسقط ولت جلدة ثانية صعيب باش زولة اخسك موس ماضي باش زولة بحال جبيرة بحال جبيرة ولت في حال القبص اللي كيديرو هذي لسقط ما بين العرق وعام اللي عام وذيك شي ماش هتزولة وعطونا بذلات عسكرية ترييه وذيك شي ولكن ترييه يخدش كله دابا الهم كيضحك دابا مين لبسناها هذيك ترييه ديك السروال يدير فيها اربعه فينا ويالله كاد قابط كاد دخلوا قابط في قابط في ديك السمطة مشي السمطة يعني وما عطونا الشي السمطة انت غالز حاضي راسك انت غالز حاضي راسك انت غالزك وستروا الكيه بطلئ واش هذي لبه يستروا كيطاح لك كيطاحك عليك عابي وكدام اسميدو ولهذا خرجنا في واحد الحالة ما قداش نقول لي قبل ما تخرجوا ما تنساش تابوناوا فلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية